اكد صاحب اسم الملكية لمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلان نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على اهمية ما تمتلكه مملكة البحرين من منظومة تشريعية وتنظيمية لتدعيم البيئة الخصبة التي تحرص مملكة البحرين على ان تواكب وتستوعب من خلالها المعطيات والمتغيرات الاقتصادية محليا ودوليا وقال سموه ان ازدهار مستقبل التنمية والتطور في الاوطان يرتكز على التنوع كأساس مستدام للنمو وعلى تجدد الافكار والابداع كمعزز له مشيرا سموه لماتله المملكة من دعم لجهود الحفاظ على النجاح الذي حققته في تنويع قطاعاتها الاقتصادية وتعزيز مواضع القوة فيها ومن ابرزها قطاعات الخدمات المالية والمصرفية والاستثمار بما يسهم في تحقيق اهداف الارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي للمواطن جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر فاع اليوم اللورد جيفري مونتي فونز عمدة حي المال والاعمال بالعاصمة البريطانية لندن والوفد المرافق مرحبا سموه بالزيارة السنوية لعمدة لندن الى المملكة وما تشكله من تأكيد على الحرص المشترك على تعزيز متانة التعاون والتنسيق والحرص على تطويره في طار العلاقات التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة التي تمتلك من المزايا ما يوفر حوافز متعددة لتشجيع الاستثمار والمشاريع المشتركة وخلال لقاء تناول سموه مع عمدة لندن مختلف مجالات التعاون والتنسيق مؤكدا سموه الاهتمام المستمر بتطوير روافد النمو الاقتصادي التي توفرها علاقات مملكة البحرين القوية مع الدول الشقيقة والصديقة وما تشكله من مصدر لتعزيز زخم النشاط الاقتصادي المتبادل والتنوع في أدواته والاستدامة في تطوره ونمائه وأشار سموه إلى ما أثمرت عنه السياسات والاقتصادية التي صارت عليها المملكة من منصات متعددة للتعاون الاقتصادي المثمر تمتلك إمكانيات وفرص واعدة متميزة وقال سموه في حديثه مع الضيف أن الاهتمام المنصب على دعم النمو في قطاعات الصناعة والسياحة واللوجستيات والبنى التحتية والخدمات المالية والمصرفية يعزز مردوده دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو منوها بالأسس التي أسهم في ترسيخها أبناء البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية ومؤكدا اعتزاز المملكة بهم لكونهم الثروة البحرينية الأهمة التي تشكل ملامح التنمية بعطائها وإصرارها على تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات من جانبه أعرب عمدة لندن عن الاهتمام بتواصل تطوير أفق التعاون الوطيد مع مملكة البحرين بما يتسق مع مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين مشيدا بما تشكله خصوصية البحرين في هويتها وثقافتها من ميزة جاذبة ترجمة نانسي قنقر